10 شهر من الإبادة ما كانت كافية لمنع إسرائيل من المشاركة بأولمبياد بريس رح تشارك إسرائيل بالأولمبياد بيتاني أكبر وفد بتاريخ مشاركتها بالألعاب مع 88 لاعب ولاعب كاملين لحقوق والتمثيل يعني رح تسمح اللجنة الأولمبية برفع علم إسرائيل ومشاركة وفدها بالعرض الافتتاحي وعزف نشيدة عكس اللي رح يصير مع لعبين روس وبيلاروس رح يمثلوا أنفسهم ومش دولهم بسبب حرب أوكرانيا التماهي مع سياسة الاحتلال عم يصير رغم أنه أغلب لعبين وفد الأولمبي الإسرائيل مش بس خدموا بالجيش الإسرائيل بس كمان في منهم دعمين لحرب الإبادة بغزة من خلال زيارات ولقطات دعم لجيش الاحتلال وجرائمه بالقطاع أكتر من هيك بالمعايير المزدوجة لفرنسا واللجنة الأولمبية الدولية تم دعوة الرئيس الإسرائيلي لحضور حفل افتتاح الأولمبياد رغم حملات الضغط لمنع إسرائيل من المشاركة ومثل العادة عم تسوي إسرائيل نفسها كضحية عبر ادعاء تلقي لعبينها تهديدات أمنية مع نبش تلقائي لذكريات ميونيخ 1972 وعملية منظمة أيلول الأسود بالمقابل رح تتمسر فلسطين بثمان لعبين بالأولمبياد مع العلم أنه بالعدوان استشهد العداء وسيم أبو ديب أما البطل الفلسطيني برفع الأطاء لمحمد إحمادي فانحرم من المشاركة بعد ما خسر عشرين كيلو من وزنه بسبب التجويع والحصار إسرائيل مشاركة كأي بلد تاني بالأولمبياد برضى ودعم غربه ولو أنه ضحاياها المباشرين حملوا شعلة المسابقة لأحاول